السلام عليكم مشاهدينا كرام و أهلا وسلام بكم و هذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم مشاهدينا كرام حلقتنا اليوم حلقة تختص بالبطاقة الوطنية وتعرفون كل سمع القرار الأخير من وزارة الداخلية بأنه تم تحديد شهر الثالث و نهاية العمل بالمستمسكات التقليدية يعني تقليدية القصد بالمستمسكات الأربعة هذا شكل بصراحة ضغط كبير على منتسبيل وزارة بالدرجة الأساس و كذلك المواطنين يعني مثل ما تعرفون مدارس وامتحانات و يقولوا كحنا ما رح نلحق و أكز دحامات و هواي أمور الناس تسعل عنها حبينا اليوم أن يتم الإجابة على كل هذه الاستفسارات من خلال ضيف حلقتنا العميد علي حمدي معاون مدير البطاقة الوطنية رحبك جميلة رحب السلامة العميد الله يحفظكم شكوان جزيلا على تلبية الدعوة أهلا وسهلا و نشكر فدوة لعمرك حبيبي و نشكر طبعا لواء نشأت سيد اللواء مدير الجنسية و الجوازات و الإقامة على إتاحة الفرصة بالتعاون ويا لإتمام هذه الحلقة حياكم الله حياكم الله عميد علي خلن نبدأ من هذا السؤال اللي هو رائج الآن في الوسط العراقي يا بتم شو معنى شهر طالف و ليه شهر طالف و شو هذا القرار اللي يعتبر عند الناس مستعجم و نحن ندري طبعا نحن المواطني كمواطناني سعوف ذكاء علامي هم نقصرين بقضية استخراجها يعني نحن ننتكائيين نشاء ننتكرها اليوم بعد باتش صادف عمل ما رح نعمل ما سويناه زين هل هذا هو السبب رئيسي يجعل وزارة الداخلية أن تعلم تحديد وقت معين لإبطال العمل بالوثاق التقليدية أستاذ قرار السيد الوزير قرار حكيم أنا عن وجهة نظري أرى قرار حكيم وهذا الغاية من عنده شونه الغاية من عنده الغاية أنه أدفع كل المواطني أنت طرقت جنابك أدفع كل المواطني إلى التسجيل في منظومة البطاقة الوطنية لأن التسجيل كل المواطني في منظومة البطاقة الوطنية رح يطويلنا صفحة الماضي صفحة الورقي والأخطاء والحك والشطب إلى آخره و رح أيضا يعتبر مرحلة أولى للانتقال إلى الحوكمة الإلكترونية ولذلك صدر هذا القرار من السيد الوزير و مثل ما قلت لك أنا أعتبر قرار حكيم الغاية من عنده مثل ما أوضحتها جنابك يعني الوقت ما معل لشي لكن هو أحدد هذا الوقت أنا أكو موضوع أريد أوضحها نواتي خابروننا الأصدقاء والأقرباء والناس اللي تقوم بنا يقول واحد ثلاثة رح توقفون العمل بالبطاقة الوطنية فاهمين التصريح غلط يعني أنا من منظركم هذا أقول للمواطن واحد ثلاثة هو إيقاف العمل بالمستمسكات الورقية اللي تشمل هوية الأحوال المدنية وشارج جسير عراقية القديمة هذا المستمسكات ما رح يشتغلن في دوار الدولة الأخرى يعني ما رح تعتمد تعتمد البطاقة الوطنية فقط زيان لكن مسألة أنه أكل بعض يخابرون يقول صحيح واحد ثلاثة أنتوا بعد ما تستقبلوا حد لا إحنا أبوابنا مفتوحة طيلة أيام السنة نستقبل الجميع وندعو الجميع للتوجه إلى البطاقة الوطنية من أجل السبدال المستمسكات وببطاقة وطنية يعني أنا إذا ما استبدأت واحد ثلاثة إذا راجعت يوم الثين لثلاثة إلى أحد الدوار وما أخذ هويتي وما أخذ المستمسك الآخر شنو ما هو بس هويت أو شار جنسية أو شار جنسية ما يستقبلني ما يستقبلك لأنه يعتبر إيقاف العمل بالمستمسكات الورقية القديمة البالية هذا رح يستدرج أصلا لسؤال عن حاطة بالأخير نعم نعم هل كل الدوار رح تتعامل بيها كل الدوار يعني أصلا سادة هي أصلا كل الدوار متعاملة بيها لا بل بعض الدوار ما يتعامل إلا بيها ليش؟ لأن هي الأرصن الأقوى الغير قابلة للتزوير فمن أجل ضمان سلامة المعاملة بعض الدوار يقول لك إلا بطاقة وطنية يعني سامة إذا رح البطاقة تحتاجون مثل شهات جنسية أي وأنا جايب لي بس نعم أنا رح أتعامل وياك بيها من أجل استبدالها استبدال استبدال هويت الأحوال المدينة وشهات جنسية ببطاقة وطنية يعني بطاقة السكن ما لا علاقة بطاقة السكن في الوقت الحالي وبشكل مؤقت ما لا علاقة يعني أنت مشى عندك الوثيقتين الوثيقتين اللي هي هو بطاقة الوطنية وبطاقة السكن في الوقت الحالي في الوقت الحالي في الأيام الجاي إن شاء الله حتى هذه بطاقة السكن رح تطرها وتجمج تدمج مع البطاقة الوطنية وفقا للقانون هم ماتين يحتاج جازم المواطني راجع؟ لا يحتاج لأمور الموضوع سيكون سهل جداً وسيلاحظون هذا الشيء يعني أنتم مرأس من كل شيء مخططة عدنا مخطط وعدنا خارطة طريق لهذا الموضوع وعدنا مراحل ننتقل من مرحلة إلى مرحلة بالفترة اللي مضت احنا كنا بالمرحلة الأولى من البطاقة الوطنية مشروع البطاقة الوطنية مشروع فتي بالعراق فكنا بالمرحلة الأولى هذه السنة ان شاء الله عدينا العدة وقعنا العقود وفضل الأموال من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية ورح تكون بها مفاجآت كلها تصفي وصلحة المواطن ممتاز بيها فلوس؟ أدفاعي لازم؟ هي خمسة ألاف رسم خمسة ألاف؟ أي ستة ألاف العفو ستة ألاف دينار؟ ستة ألاف دينار رسم على كل بطاقة ستة ألاف على كل بطاقة ستة ألاف دينار هذا شو معتيادية يعني شو معتيادية؟ شو معتيادية؟ مقربة وفقان القانون ممتاز بمعنى أنت مهندس وأكيد يعني عندك خبرة بمجال الإلكترونيات ليش رجعت الحجز الإلكتروني؟ نعم الساد أنت حجيت هذا المولوع في بداية يعني في مستهل الحلقة قريص صار زخم على البطاقة الوطنية نعم صار عدنا زخم كل شيء الزخم هذا يخلق فوضى من أجل تنظيم الأمور من أجل وضع الأمور في نصابها من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطن أرجعنا الحجز الإلكتروني لكن شون أرجعنا؟ أرجعنا بآلية جديدة يعني حقيقة رجال الضل رجال البطاقة الوطنية المتخصصين بهذا الموضوع بدلوا جهود جبارة أرجعوا الحجز الإلكتروني أرجعوا بموقع جديد موقع أراصين موقع البطاقة الوطنية الخاص بالحجز الإلكتروني ديتعرض إلى هجمات وهجمات كل شيء عالية من قبل ضعاف النفوس من أجل اختراق هذا الموقع من أجل استغلال المواطن نحن بالنسبة أن هذا الموضوع أرجعنا الحجز الإلكتروني بموقع جديد محمل بالكامل لا يمكن اختراقه جيد تمام سوينا آلية جديدة للحجز الكل مشمول بالحجز ما عذاب بعض الفئات سابقا شاءت الواقعات الإلكترونية غير مشمولة بالحجز هذه مشمولة بالحجز الواقعات مشمولة بالحجز المواطن بإمكانه أن يحجز من هاتفه الشخصي من الموباير ولذلك أنا من برك هذا أستغل المرة الثانية وأقول للمواطن ترى الحجز مجاني إخوان مجاني كرها مرة ثانية وثالثة أكو قاعد يحزون بالفعل أكو بعض ضعاف النفس من المكاتب سابقا كانوا يستغلون المواطن يحجز له مبالغ مبالغ طائلة يعني مبالغ خيالية نوبات يحجز له هس حاليا لا هس حاليا أنت تحجز سجل رقم الهاتف ماتك رقم الهاتف ماتك هذا يحجز يحجز تجيك رسالة على الكود دخل الكود يطلع لك حجز إلكتروني الغالي من هذا الموضوع شنو قطع الطريق على ضعاف النفوس من أهل المكاتب أبلكيشن موقع حاليا للأيام القادمة إن شاء الله سيحجز أبلكيشن جيد ممتاز يعني عدد يعني مثل اليوم الحجز الإلكتروني فقط الدوام الرسمي تمام لو يوم كامل مفتوح لا لا من الصباح لحد ساعة ثلاثة يعني فقط في أوقات الدوام الرسمي وقاة الدوام الرسمي الخاصة بالدائرة أو بالمفتوح كامل أي أعداد لا لا أكوح عدد معين عدد معين من حد كل دائرة حسب طاقتها الإسعابية الغاية من هذا الموضوع شنو الغاية من المواطن اليوم بني يتوجه ما يلقى هوسة يلقى اسمه موجود بالحجز يدخل تنجز معاملته بنفس اليوم هو أوتوماتيكيين برنامج قسم نفسه إلى أيام قسم نفسه وموجود أيضا هسا أنت من تدخل إلى موقع الحجز الإلكتروني أكو بعض الأيام كاملة مقابطة خلنا نقول أنت تقدر تختار اليوم الآخر يعني راح أكو أيام معينة فارغة متاحة تختارها أنت يعني بالموقع لابات مثلا أن أنت عسكري ومن وحدة مالتك أو عندك شغل ما متاح إليك كل الأيام تقدر تختار اليوم الخاص بك يعني الموقع يبين لك أنه الزخم وين باعيون بضبط الموقع يبين لك أنه هذا ما بيمجال اليوم هذا اليوم بمجال هذا اليوم بمجال تقدر حتى تحدد الوقت اللي تريده أنت يعني اليوم للتاريخ العرف اللي تريده أنت كيفية الآلية تعمل بها؟ تدخل على خلي أشرح نعنصف ترى دعطيك تفاصيل محتاج الناس نعم أنا أريد أطرح هذا الموضوع أنا أريد أن أقول العالم هذا الموضوع خلي أشرح لك بأبسط طريقة ما راح أحكي لك روابط وما شابه راح أحكي لك بأسلوب عامي تدخل على الجوجل محرك البحث جوجل موجود بالحاسيبات وموجود بالمبائلات تكتب باللغة العربية حز البطاقة الوطنية حجز البطاقة الوطنية راح يطلع لك طبعاً خيارات أول خيار تدخل عليها ستطلع لك الواجهة الخاصة بالبطاقة الوطنية بيها بالبداية تعليمات وأكون مستطيل بالأسفل باللون الأسود مكتوب عليه الحز الأكتروني تضغط على هذا المستطيل تدخل إلى واجهة الحز الأكتروني بيها مجموعة من يعني الفراغات أو البوكس الخاص بالمواطنين لإسم الأول إسم الثاني الإسم الثالث دائرة ما تلك أي دائرة رقم الموبايل هنا أؤكد عن المواطن بالرقم الموبايل يتوخد دقة يكون صحيح ويكتبه باللغة الإنجليزية باللغة الإنجليزية باللغة الإنجليزية يعني الرقم بالإنجليزي يكتبه رح تجيه أول ما يضع الحجز رح تجيه رسالة رسالة على التليفون مالتا يرجع يدخل الكود حتى تنشي بطاقة بالضبط وراء ما يكمل الحجز أيضا رح تجيه رسالة على رقم الحجز مالتا وموعد الحجز مالتا يعني بالنتيجة سيادة العميد حتى لو أن خلي رقمه غلط خطر فما تجيه رسالة ولذلك بهذه الطريقة احنا قطعنا الطريق عن أصحاب بعض أصحاب المكاتب اللي هما يستغلون المواطن بعض النقص زين أدي سؤال يعني جت فكرة ببالي نعم وحن كنت حدثت بها لكن أجدت استذكاراً إليها عندك المنتسب قاعد تسخر وقته ليملع الاستمارة وإدخال البيانات وأخذ السكرين وبعد أن تدخلها للبيانات وهي تفاصيل كثيرة خليل العبئ عليكم هذا مخترح أنا كمواطن مثل معاملية الاستمارة بالبيت وجدت المعلومات المطابقة أيضاً أخذ السكرينر بالبيت إذا كان أدى السكرينر نعم وإذا ماكوا مكاتب تأخذ السكرينر للمعلومات وتملي هذه الاستمارة بكامل تفاصيلها وتوصل إليك بحيث من أجيئان يمك بالدائرة يجي للمدقق مباشرة للمدقق عجابة مستمسكاتي لكن يدقق المعلومات موجودة كما هي والسكرينر مغنى صحيح الواجهة الصورة خلفية بيضة وهي التفاصيل كل التفاصيل نعم مو هذا أعتقد رح يقل شوية من الروتين ديكتور أنا شرحت لك بالبداية قلت لك إحنا كبطاقة وطنية ده ننتقل من المرحلة إلى مرحلة أنت تريد تفسد علينا المفاجآت نعم إن شاء الله هايش فكرة جيد للمستقبل بس للموضوع شوية يحب صبر لنشتغل عليها إن شاء الله إن شاء الله تنفذ جيد إذا تحبو استشارات مجانية طبعاً أكيد أكيد سبحان الله موفقين بعملكم يعني اللي يفكر بهالطريقة ويريد يقلل من الأعباء وأكثر من هاي الطريقة أكو يا الله إن شاء الله بس ما نريد استعجل الأمور ما نريد استعجل الأمور كل شيء بقتا حلو يا الله موفقين بعملكم إن شاء الله آآ فتحت منافذ جديدة بما أن أنتم أعلنتوا عن هذا وصار الزخم يحتاج إلى أماكن حتى تستقطب يعني أنا بصراحة مثال عليها أي واي ناس حتشولي بياه قضية من مدينة مم مدينة قال العدد مخيف لا يجي لانتقل المدينة هناك وعميد هيثم هيثم مدير هتقدمون ما المدينة عميد هيثم هذا الرجل يعني معروف عنه رجل مخلوق مؤدد نعم متعامل مع الناس بود أنا شايفه بالنظر هذا يعني صحيح جدا وحاضر بياه بالتصوير نعم ودائما تشوفه مبتسم يعني أغم كله دروس عميد هيثم رجل يعني يشار له ببنان عميد هيثم لكن هذا أيضا يضغط على عميد هيثم على المبتسبين على كذا والناس أيضا اللي طالعا هاي في شغلها والمراعيفة أطفالها بالبيئة أو بالمطبخة أو بالتفاصيل وجدتوا منفذ آخر والله دكتور يعني حقيقة منتسب البطاقة الوطنية بضباطهم بمنتسبيهم بموظفيهم بيبذلون جهود جهود جبارة يعني مضنئة ومتعبة لكن الحمد لله الناس يعني بخدمة الناس وما متعزين أبدا هذا الموضوع بالنسبة للمنافذ هي دور الأحوال نفسها بطلقة إلى مدينة الصدر حقيقة بجهود جبارة وذاتية وبإشراف مباشر من قبل نفسها اللي نشأت مدير أحوال المدينة وجلسة الإقامة أكو علمنا أحد هذه البنايات سابقاً كان الشهادة اللي هي بسحة مضفر الشهادة ما سحة مضفر مجلس المحر صغلة هذه البناية مجلس بلدي صغلة هذه البناية أصبحت بناية ملحقة بدارة أحوال الصدر خصصت لي صور القيود نعم والتسليم بسبيل أن نخفف الضغط عن الدائرة الرئيسية صدقي؟ خصوص التسليم أنا كمية إجراءاتي نعم أستلمها من نفس الدائرة من نفس الدائرة بالدوام المسائي دوام مسائي دوام المسائي المحاصص للتسليم فقط المسائي لتسليم بكل العراق ظيئة أنا راح تقدمت بياناتي نعم لماذا أستلم البطاقة أسبوع أسبوعين البطاقة تنطبع بنفس اليوم تنطبع بنفس اليوم أو ثاني يوم يبقى المعتمد لما ينقلها من موقع الطباعة إلى الدائرة يعني أحكي لك فيما يخص بغداد يوم أو يومين أي تعرف هاي ينقلها المعتمد يوصلها للدائرة أكو أمور تنظيمية بالدائرة يبوبوها ويوزعوها ويقسموها هم تطلب وقت هذي يعني خلي نقول اليوم أنا قدمت اليوم أحد الثلاثاء أسرين بضغطي على سبيل المثال يعني هاي في بغداد هاي في بغداد يعني يكون محاضرات البصرة والموصل تعرف هاي مسافة طويلة جدا أي فتطلب وقت بنقل البطاقة لكن الأمور اختلفت تماما عن قبل يعني هسه سريعة جدا وسط مرحلة خمسة ألاف أو ستة ألاف متمامة ولا وسط المليون أعتقد ملايين ملايين أي وكانت البطاقة تأخر شهر يعني حقيقة السيد الوزير والسيد المدير العام يعني بدلوا جهود كل شعالية بهذا الموضوع إلى أن وضعوا لحل ونرى نتائج الحل حالي ممتاز يعني هسه تتحدثت عن المحافظات وطول المسافة أيضا عن المحافظات نعم يعني هسه أنا مثلا من البصرة نفسي ووضع كلها بالبصرة بس بطاقتي بغداد نعم زيان يعني مني نطلع البطاقة من البصرة ناس تقول مني البصرة ناس تقول لا تقدر طلح من البغداد فمنين نطلح بدءا أنا أشكرك على هذا السؤال لأن سؤال ذكي وأيضا أنا أريد أن أنور العالم بعض الأمور بالأيام القادمة نحن حاليا نوقعنا عقد التغيير أو عقد التوسعة بالبطاقة الوطنية يعني دخلنا رح ندخل بالمرحلة الثانية ننتظر فقط مسائل مالية نبلش بهذا الموضوع واحدة من خطط البطاقة الوطنية أنه نسوي مراكز في كل المحافظات المركز هذا مخصص المين قام اليوم دائرة نفوسي في دائرة أحوال البصرة وأنا ساكن بغداد تعرف هسه بالوقت الحالي يتطلب أنه أخذ عائلتي وقضع حال المسافة والطريق والتعب والجهد والوقت وإلى آخره حتى أنتقل وطلع بطاقة وطنية منه رح نفتتحها المراكز القريبا إن شاء الله راح المواطن ما يحتاج بعد يروح للبصرة يجي راجع المركز يستخرج من نفس المركز موجود بالبطاقة في أي قابة كذلك كل المحافظات الأخرى بغدادة خصوصية بغدادة حصل بيها مركزين مركز رصافة ومركز كرخ كل من حسب بطاقة السكر المواطن نعم نعم ويقدر المواطن إذا عاني مثلا ساكن بغداد أحوالي ديالة أحوالي الموصل أحوالي كاركوك أحوالي نجف بعد ما يحتاج أن تقل المحافظة يكفي أن توجه للمركز واستخرج من نفس المركز بالطاقة وطنية بس هذا بالفترة القادمة يعني قريبا جدا إن شاء الله ما أريد أن تتواريخ بالتأكيد بس إن شاء الله قريبا إضافة إلى يعني مفاجأة هوايا أخرى وقلنا كل شيء بوقت حلو جيد كل شيء بوقت حلو يعني بعديه الواسع بالبرنامج هالأيام هالأيام قارئ أي أهوايا من وزارة السقتناء قارئ بطاقة واية يعني أنا على سبيل المثال المحاكم بها قارئ بطاقة جيد دوائر الطابو بها قارئ حتى كاتب عدل ما كاتب عدل وأيضا هي الدعوة مفتوحة لجميع الوزارات باقتناء قارئ البطاقة يعني أكو بعض الوزارات ما البعض من يشوف ما يحتاجها مثلا عمو من أستاذ هي البطاقة الوطنية لا تتزور هو هذا عندي سؤال على أبنيات أي لا تتزور بما أنه هذا عملك نعم يعني مؤمنة لو أن أسمعت بصراحة قبل فترة قالوا البطاقة تنتزورها هل من المعقول وزارة الداخلية واليهاي الجهات الأمنية كلها بي يعني تتزور بطاقة من عدلهم يعني بها طريقة دكتور بطاقة الوطنية العراقية من أقوى منظومات البطاقات الوطنية في العالم التي يشار إلهاب لبنان بطاقة الوطنية تحتوي على العديد من السمات الأمنية البطاقة الوطنية معترب بها دوليا جب لأن هي يعني بها كوت معترب بها دوليا البطاقة الوطنية العراقية تحتمل تحمل سمات الجودة ليزو يظهر إلى ذن كلتهم صنعت بطريقة معينة تكاد حتى يكون دقيق تكاد أن لا تزور بعض السيجي يقول لك لا موقف شي ما يزور لا أنا أقول لك من الصعب جداً في مكان ما أن تزور ما يقرأ القارئ البطاقة المزورة؟ طبعاً ما يقرأ ما يقرأ طبعاً هذا فقط الاستعراب مثلاً في أماكن معينة سيطرة أو فتشي حتى سيطرة جودة البطاقات جودة البطاقة الوطنية ماتنا جودتها من ناحية المادة المصنوعة منها الماتيريال المادة من الصعب أي واحد يمكن يوفر هذه المواد أصب السيطرة عنديك معلومات؟ يعني هم مثقفين بهذا الموضوع يعرفون نعم نعم أصبح عندهم دراية كاملة تعرفها البطاقة الوطنية مو جديدة صار هوايا صار أنت قيمة تسع سنوات إلى عشرة سنوات فصارت عندهم الثقافة بإضافة إلى أنه يعني هم يدخلون دورات تخصية في هذا الموضوع السيطرات الخارجية موجودة هذا القارئ أعتقد يمكن أكو بعض السيطرات بها القارئ خاصة في الداخل في النجاة في كربلا أعتقد أكو حاسبة وتفاصيل نعم الأستاذ يعني خلح تشيرك البطاقة الوطنية مو بها سمات أمنية مخفية أكو سمات أمنية ظاهرة الشريط الفسفوري الصورة الملونة إلى آخرية شعار الشعار والصورة المخفية أكو هاي سمات أمنية ممتاز يضاف إلى السماء الأهم اللي هي أنه مقروع إلكترونيا ممتاز يعني أنا أقول بأنه يعني هم دق مخترحات هذا مخترح أحنا بالعكس نستفاد من هذه مخترحات نأخذها بعيني الاعتبار وأنا متأكد أكيد أعطيكم هاي معلومة بابد يعني بما أنه هي بطاقة وطنية فهي تهمك وتهمني وتهم الجميع أكيد أكيد أحنا الدولة العراقية قاعدة تخسر بالمليارات نعم كل انتخابات برلمانية مجالس معافظات مم ليش ما تصر هي هاي بطاقة تختزل وفعلا هي ممكن لش مهمة مشروع كلش مهم مشروع متطور مشروع حديث يغنيك عن أهواء أشياء يعني البطاقة الموحدة أو الوطنية مم ليش ما تستطلقين بالانتخابات هسا احنا بالبداية حتشين عن قرار السيد الوزير مم أنا قلت لك قرار السيد الوزير قرار حكيم وذكي مم الغاية من عنده شنوه أن كل الشعب العراقي يدخل في منظومة البطاقة الوطنية حتى التعداد السيقان بعد مهتات مالله واديك واديك هذا اللي حجيت أنت إذا دخل كل الشعب العراقي بالبطاقة الوطنية يكون مطروح مطروح للنقاش أن تكون قاعدة بيانات البطاقة الوطنية قاعدة متكاملة فممكن استخدامها بالانتخابات ممكن استخدامها بالتجارة ممكن في وزارة التجارة ممكن استخدامها استغلالها من قبل وزارة التخطير وأيضا احنا رسمين بهذا الموضوع احنا بالأيام القادمة قلت لك احنا دخلنا في عقد التوسعة من ضمن الأوبشينات الخاصة بالعقد التوسعة هي إنشاء محطة وسطية المحطة الوسطية هذه عبارة عن قاعدة بيانات كوبي موجودة بيها ممكن لأي وزارة أن تربط بقاعدة البطاقة الوطنية واستثمارها من أجل مصلحة المقطن فهي واحدة من الشراطة محددين بعض الوزارات بالمعلومات المعينة لو كلها لا هسأاني أكو بعض الوزارات ما يستفد من كل المعلومات وهذا قزة رح يحدد هو وأنا أريد فلان شي ها ويحدد؟ بالضبط احنا رح نوفر للمعلومات اللي يريدها ويقدر يستثمرها ويستفد من عدها انت تعرف يعني أنت لا صار الله وقعت بجهات معينة احنا شفنا بصراحة اي بوت بالتليجرام نزل كل معلومات عن العراقيين تقدر تكتب بس اسمه وكذا استاذ احنا بالنسبة ان احشيك كبطاقة وطنية منظومتنا وقاعة بياناتنا هذا مو تخويني بعملكم اعفوان انا عند اقول انتم جهة امنية ومن المهم ان يكون محصن حتى هذا الموضوع اللي انا قلت لك يا كمحطة وسطية محمية حماية كاملة وقاعة البيانات المعلومات اللي هستنزل عنها هي عبارة عن شادو او كوبي اهلي الاختصاصي عرفوا المدعات شيء اهلي الاختصاصي عرفوني يعني هي عبارة عن نسخة حتى ما ممكن اختراقها او تغييرها او التلاعب بالمعلومات واعلى اقصى انواع وفي دي احنا نقول احنا عسنا بالضبط اقصى انواع الحماية مستخدمين في هذا الموضوع سواء كانت كقاعة بيانات او كالتصالات اتصالات من نوع يعني مظلقة عبارة عن شبكة مظلقة ما ممكن اختراقها اه قاعت بياناتنا محمية بعدة وسائل من ضمنها الجدر النارية من ضمنها الانتيفيروس من ضمنها هو طرق يعني عدة طرق عندنا يعني من الصعب اختراق صعب يرتعون بالضبط جدا فمن المستحيل يختراق او ينزل ويروح ما ماكوش مختصر عمد عدو عمد افقل عليك بالاسئلة لا انا خادم بالاسئلة لا لا اطول مخدم اقصى شكرك يا حبيبي قلبي اه اكو هذا الدلحش على الداخل انا اعطي سؤال على الداخل فنختص بالداخل الان نعم قبلية النازحين شون عالية العملوا شون تتفذو لهم سأل يعني مو بس النازحين انا راح شوية استرسل بكلام النازحين صارت حملات بامر السيد الوزير وبتوجيه مباشر من قبل السيد المدير العام ان تتخ يعني شكلنا لجان واللجان توجهت الى عدة لجان يعني انا احكي لك في عدة مواقع للنازحين عدة مخيمات للنازحين توجهت اللجان درست امورهم حلت هواي مشاكل واستثمرت مسألة الحقيبة المحمولة من اجل انجاز معامرة شون حقيبة المحمولة اكو عدنا احنا حقيبة طرحي احنا بير برنامج بالبرنامج السابق ايضا عدنا حقيبة محمولة هاي الحقيبة اليوم عندي مواطن عاجز مواطن ما يقدر يتحرك ممكن ان تنتقل البيتة بطلب رسمي طبعا تنتقل البيتة وتصوره وتكمل معلومات هذا المتابل المبلغ مالي اكو مبلغ واكو مجانا شن المجان وشن المبلغ مبلغ انا ما بيشي بس انا ما اقدر اروح للدارة اكو مقابل المبلغ سميها البيعي بي مقابل مبلغ معين تنتقل المحطة البيتة 250 ألف دينار اكو بعض الحالات الانسانية اللي عنده اللي مدعم حالته بتقارير طبية يجي يقدم طلب الطلب مرفقوا التقارير الطبية لا حتى مدير المحافظة يقدم اي يعني سيد المدير العام مخول صلاحيته تحصل الموافقة وتطلع لها مجانا مجانا نعم حالات الانسانية يطلع مجانا كذلك هي الحقيبة المحمولة نفسها استغليناها في غير مجالات مثلا النازحين مثلا عدنا دور الايتام عدنا فعاليات كل الشبيرة بدور الايتام حلنا هواي مشاكل عدهم وهذا زينا حسينك سؤالها من الجماعي دولي سبحان الله هذ فاقد معلوماتي هذ فاقد مستمسكاتي نعم شون حليتوها طبعا بذنك كل شي مجهود يعني نوبات يعني اكو بعض الدور الايتام رحنا لها مو عنده ايش هي مستمسك نهائيا نحاول نستنطقة بش اسم عمك بش اسم خالك نحاول نربط من واحد الواحد ننتقل من سجل الى سجل ومن صفحة صفحة الى ان نجلب خيط معلومات وهكذا الخيط المعلومات يجري واحدة ولا لخن حتى في سبيل نكملها ونطلع لها صارت هواية حالة عندنا يعني قلت لك احنا رحنا الى دور الايتام اغلبها انتقلنا لها اه دور الكبار السن وايضا شانت عندنا فعالية ويستاذ شام الذهبي شانت عندنا فعالية ايضا هناك وحتى في الجوامع في الحسينيات شانت عندنا فعاليات هواية فيما يخص عوالي الشهداء والمفقودين العامل جيد زين زين انتو ماذا تستندون على المعلومات مثلا حتى البطاقة الوطنية قصدك كأساس الوقاعة كأساس نعم نعم نحن عندنا الواقعات في البطاقة الوطنية اربع واقعات اللي هي الزواج والطلاق والولادة والوفاة الولادة والوفاة ها نستقيها من الصحة من وزارة الصحة اكيد الوفاة يسجل بالصحة والولادة تسجل بالصحة عن طريق بيان ولادة او شهادة الوفاة صح تمام فيما يخص الطلاق والزواج فهو اختصاص المحاكمة اختصاص المحاكمة ايضا اكو قرار طلاق واكو عقد الزواج اكتب خلالتين يجاهم طبعا اكيد عندنا تعاون يجاهم وايضا يعني حتى الامور اليوم تجهت باتجاه التبسيط يعني سارقل كان يجي المواطن بيان ولادة وروح جيب صحة الصدو اخره بالآونة الاخيرة بتوجيه من رأس الوزراء اعتمدنا الكود الكو ار انسانيه اكو كود معين يرفق ويا الكتاب يرفق ويا الكتاب يوصل للمواطن مجرد ان نفسح الكود ضوئيا تهل الامور جميل وشون تعاونه الوزارات ممتاز تعاون ممتاز حتى يعني كل بين فترة وفترة تعقد اجتماعات يعني اذا تظهر مشاكل او امور اخرى او عدهم طلابات معينة نعقد الاجتماعات واكو تعاون من قطع نظر بهذا الموضوع كل يصبح في مستحة المواطن في سبيل تسهيل امر المواطن اذا انا مثلا اصلا عندي ولادة طفل ينت اجي يعني اكيد هاي المستشفى رح ادس بياناته بيان الولادة نعم للوزارة او الدائرة المعنية اللي مثلا بيك الرادة اليوم من ولادة الطفل احسد تعال باتر شنو مش ما اقولك سواهده كورقي ما يخالف استاذ الصحة الصدر ثلاث بيانات بألوان اللون الابيض اللون الوردي واللون الاخضر ايه اللون الاخضر يبقى يومهم اللون الابيض يوصل ببريد واللون الوردي يبقى يوم المواطن صح المواطن يجي راجع خلي نقول وراء شهر يوصل لبيان مالته على فرض ما وصل لبيان مالته اكو توجيهات من الوزير سيد الوزير ومن سيد المدير العام ومن كل المراجع الاخرى صدرت في حينها انه المواطن سهلون امره وصل للدائرة ما جاي البيان مالته بالبريد يؤقى التعهد عليا في ظهر البيان في ظهر السمار عفو يؤقى التعهد عليا انه انا هذا البيان مالته صحيح وراح يوصل البيان الاصلة عن طريق البريد وتمشون امره انه يعني ما في الضرر المواطن ينتظر عندما يوصل حول المريض جميل هسا راح ترجع الامثب اهم فقرة بيها نعم حتى بما انو حجزنا الكثيروان انا مثلا ادي اولاد دون وفعش فسيقول يا ابه ميفيدك لانت راجع لي ماح يطلوك بطاقة وطنية لأطفالك فقط حديث الولادة نعم زي اذا انتم يا وزهر الداخلي حديث الولادة تمنحوه وليهو وهو جمعاته باقيمة. بس حديث الولادة الساد اللي ما عنده صورة دا حدث الاثناش احتي لك دا حدث الاثناش. ما عنده صورة ممنحها. ما عنده اكوب سابقا ان شانت. جناسي ما بيصورة. ما بيصورة بتبعليها طفل. اذا طلبش رسمي من المدرسة المدرسة شافت انه هاي صورته طفل ومن كوبة صار غير شكل وغير معرف بالنسبة لهم يطلبون بكتاب رسمي استبدال هويته. المدرسة لازم تصدقها من التربية. لا 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 ما يحتاج كتاب من المدرسة بختم المدرسة ختم المدرسة لا يحتاج التعقد كلية لا 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 مجرد كتاب من المدرسة طلب السبدالة اي دائرة اخرى تطلب السبدالة اي دائرة اخرى دائرة حكومية تطلب السبدالة كذلك الضائعة يعني اليوم عندي طفل تحت الاثناش وضاعت بصد الله بتاع قطني قلت لك اكو تسهيل كل شكوا بهذا الموضوع انا ادعو المواطنين روحوا روحوا اقول وي راح يصالهم ياكم السيد اقول لك بالخير يقولك هاي يجب علينا او 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 لا ما اكو يجب احنا حجز الكتروني كل شي محدد باخته ايضا اطيك معلومة في الايام القادمة اكو تحرك بتجاه هذا الموضوع واحتمال شيء كبير جدا لا بنا لازم انه من الاكيد انه راح المسألة التحت الاثنعة السنة يلغى وكل يراجعون لان احنا هاي السنة يعني السيد الوزير والسيد المدرعام عازمين ومصرين على ان نكمل قاعدة بيانات الشعب العراقي كل الشعب العراقي يدخل في مضموة البطاقة الوطنية يعني انتاذ تقول لي احتمال الايام القادمة القريبة انتاذ تقول قريبة ان شاء الله قريبة احتمال طولة اقل اي موضوع احنا ما ممكن نصدر قرار اعتباطا يجب ان يدرس ويدرس من كل الجوانب وبشكل دقيق حتى لا يصير بعدين تابعات سلبية على القرار صحيح فهو تحت الدراسة وان شاء الله يكتم بالايام جاي لا اكتمل يعني دول مفعش بمكانهم يستخدم خل يشملون بغض النظر عن العمر لكن هذا القرار ليس لان حتى نزول اخوان خبدي نزول اخبار هام بانه هذا القرار بس انا يعني قلت لك اكو تسهيل كلش قوي بهذا الموضوع موضوع تحت الاثنى على السنة مبتاس اكو اشكالية رقم البطاقة نعم يعني اكو ناس مثلا خطأ بالمواليد نعم هذا الموضوع مطروحة هواي نعم ومشكلة كبيرة بانه هذا الرقم على اخوان جنابكم هذا الرقم ما ممكن يعدل نعم هذا الرقم الوطن اي لكل انسان عراقي نعم يبقى الى ما بعد ما مات هذا يصدر لمرة واحدة على مدى حياتهم بعد ما مات ويصدر بدون تدخل البشر المنظومة هي نعم مو احنا نضع الرقم المنظومة اوتوماتيكيا تختار الرقم تختار الرقم وبشكل عشوائي بس اول ارقام تختار هي موالية والرقم الورا هو رقم عشوائي تولد اوتوماتيكيا جيد من خلال خوارزمية وخوارزمية معقدة يعني اي هسه بعض الناس ده يجي يطلع بطاقة سهوا اخطأنا بالمواليد اجي بعدين عدل المواليد اختلفت مواليدة سنة المواليد عن رقم البطاقة الوطنية اه انا من منبرك هذا اقول يعني للجميع الرقم الوطني ما ممكن تغيره من ينظر لأول مرة يبقى يتغير والرقم الوطني ما لا علاقة بالمواليد هاي الشيء هذا الشيء مواليد هذا هو كمانظومة بطاقة وطنية الترتب على المعلومات مواليدة موجودة في حقل آخر خاص بها هذا الشيء وهذا الشيء هذا الشيء هذا مسألة تنظيمية ماكو بعض الدوار يقول لك اعتمد المواليد هاي لا لا هذا منظور خاطئ ما يصر يعني من الخطأ تعتمد اول اربع اقام من الرقم الوطني كمواليد خط مواليد لأن هذا وCam وطني الرقم الوطني هو رقم فريد يصدر للمواطن من لحظة ولادته ويستمر إلى ما بعد ما ماته ويمنح للمواطن لمرة واحدة وما ممكن أن يشابه لأي رقم آخر لأي فرد علاقي آخر الرقم العائلي هو أيضا رقم فريد لكن فريد على مستوى العوائل يمنح على مستوى العائلة بمعنى آخر يمنح للأب هو نفسه للزوجة هو نفسه للأولاد العخري رقمك العائلي ما يشبه رقم العائلة الأخرى وكذلك ما يشبه رقم العائلة الأخرى نفكك شوية عندنا صارت نعم أنا أكو عندي رقم خاص اللي هو رقم وطني ماتي تمام زوجتي هم عندها رقم وطني خاص بي نعم يختلف عن رقمك يختلف عن رقمك وكذلك الأولاد تمام هسا نيجي على المنظومة العائلة أنتو كلكم تشابون بالرقم العائلي أحسنت هو هذا اللي يوصل للغاية من عدي حتى يطلق إياها هو هذا البعض يجي يقول ليش ما مسجنين اسم الزوجة واسم طهر البطاقة مثل ما كان النظام القديم في الهوية الحوال المدنية أقول لي أنت إذا رحت للفندق والطابق رقمك العائلي فهي زوجتك آه فإذا أبو الفندق عدهم طبعا عدهم صارت هاي المعلومات وهاي الخبرة شعب العلاق صار عنده خبرة بهذا الموضوع وحتى توجيهات صدرت بهذا الموضوع آه اليوم أنا روح الفندق شون يعرف هاي زوجتي أو هاي أحد أفراد عائلتي من خلال الرقم ومطابقة الرقم العائلي همه الطابق الرقم العائلي فها هي تمام حسن نلتقل أعتقل بسؤال أخير يعني أي نخدم الوقتك وأيضا وقت البرنامج ما رقال خمس دقائق أو خمس دقائق إن شاء الله خارج العراق يعني أيضا اللي هم حصة بالموضوع نعم هي دو شقين هذا السؤال شون تصدرهم بطاق وطنية يعني هاي الدولتهم اللي ساكنين بيها لو يجي العراق يكمل إجراءاته وكوناس عندها صعوبة أن تجي العراق تداكر وسفر والشق الثاني سؤال البعض منهم واللي قدت المشكلة قبل فترة لكن ما كنتم استضيفكم يقول بأنه أحنا اسمائنا يعني حركية حركية يعني سافرنا قادرنا بصدام وكذا فبقا تديتش الدولة اسم الحركي لكن في بغداد يقرأ اسم الحقيقي زينا أنا شو رح أعالش هذا الموضوع الساد أولا نخلي نبدأ بالشقة الأول من السؤال الشقة الأول الضمن مكاتب في الخارج نعم في السنة الماضية بالألفين وثلاثة وعشرين بذلت جهود مضنية يعني دراسات بحوث اجتماعات حتى معاوزات الخارجية من أجل تنظيم هذا الموضوع الحمد لله كمنا هذا الشيء وقعنا العقدة التوسعة عقدة التوسعة وحدة من أوبشنات أنه نفتح مكاتب بالخارج رح تفتتح مكاتب في خمسة وعشرين دولة ممتاز كمرحلة أولى بالأيام القادمة رح تفتتح في خمس دول اللي هي الأكثر كثافة من ناحية الجالية العراقية وراءة المتحدة لا يعني ما قدر أحددك هاي اللي تحددناه وزاقة الخارجية واضح هي تعرف بالضبط أدق من عندنا بهذا الموضوع أنه بالضبط آنش قد عندي جالية عراق خمس دول كمرحلة أولى وراح تتابع هذا التجريب لا لا هذا بلشنا هناك تجريب بعد خمس مكاتب في خمس دول تتبعها خمسة أخرى خمسة أخرى إلى أن نوصل إلى الخمسة وعشرين دولة ولا أي سنة اللي وراها لا يحتمال في كل مكاتب سيحدث عندنا مكتب من حال هذا الموضوع جيد هو هذا الأفضل نعم أرحمي تعالي يعني هاي المكاتب سيحدث أكيد في مبنى القنصلية أول في مبنى السفرة العراقية أو القنصلية العراقية الشق الثاني من سؤالك قلت لي أكو بعض الأسماء وهمية وأسماء حركية حركية أستاذ إحنا من الناحية القانونية نعتمد الاسم المثبت في سجلات الأحوال المدنية ممكن أن ذاك الشخص إذا عند أي مستمسك أي مستمسك يوصلنا إلى السجل والصفحة مالتفى الموضوع محلول محلول تماما يعني أكو تسئلات بهذا الموضوع هواية وقلت لك أنا حتشيت لك ضربت لك مثل بالمراكز الأيتام ما عنده أي مستمسك أصلاً ما حتى اسمه اللي نادوه بالمركز الأيتام ما هو اسم الحقيقي يعني هم ممنطينا اسم لأن هم لاقينا طفل صغير وما يعرفون حتى شنو اسمه ببيرنا من وخارك من وعمك من وكذا كذا كذا إلى آخره إلى أن نصل إلى خيط ولو صغير ونكمل بقية المعلومات جميل إذا نحن سيادة العميد بصراحة الأسئلة تتفرع هواية بما يخص البطاقة وهي كل شيء طبعاً مهمة موضوع السعب بصراحة كل الناس يقولوا شو رح نقدم شو رح نقدم شو رح ن ف كلمة أخيرة أنت كمعاون مدير البطاقة الوطنية شو تحب تقول المواطن بعد كل هذا اللهي يعني أنا أقول للكل اللي يسمعوني مشاهديكم العزاء يعني أكوري جاظل في البطاقة الوطنية حقيقةً دي بذنون جهود وجهود جبارة يعني يوصل في بعض الأحيان هم يوصلون الليل مع النهر يعني حتى إحنا وصلنا إلى مرحلة في بعض الأماكن قمنا نداوم ثلاث دوامات ثلاث شرطات في سبيل أن نقدم خدمة مقابل هذه الخدمة نطلب من كل فرد عراقي أنه يتوجه للبطاقة الوطنية عن طريق الحزن الإلكتروني ومن يدخل للبطاقة يقرأ التعليمات بعناية ويتعاون مع المواطن مع الموظف العفو المكلف الموظف أو الضابط أو المنتسب من أجل أن تجهز معاملته بالسرعة ونقدم له أفضل خدمة جزاكم الله خير سيد العميد فقط أنه مناشدة اليوم وصلتنا فأمن أنه لازم أذكر هذا المناشد وخدمتكم إن شاء الله مناشد نقول السلام عليكم أنا المنتسب في وزارة الدفاع علي مجيد عكش الأسدي من ذوي الشهداء لدي شهيدان أخوتي وأخ ثالث جريح نسبة العجز 40% قدمت نقل خدمات من مؤسسة الشهداء قبل سنة وتم تزويد بكتابين تأييد استشهاد لنقل الخدمات من وزارة الدفاع إلى وزارة النفط معنون إلى رأسة أركان الجيش وتمت موافقة رئيس أركان الجيش ونسخة ملونة من التأييدات إلى وزارة النفط المالية والإدارية يعني قصده في وزارة النفط قسم الإدارية أو المالية وتم رفع على مكتب وزير النفط لكن كتابي كتاب رئيس الوزارة كتابي لم ترد لحد الآن يعني قصده إجابة ما أعرفه رئيس الوزارة لحد الآن تعليمات نقل منتسبين أو احتمال يقول كتاب رئيس الوزارة واضح بتعليمات نقل عوائل شهداء وأتخذ ذكر قبل أيام أيضا كتاب تأييد خاصة للمنتسبين الذهاب إلى وزارة النفط تحديدا وتحويلهم إلى موظفين ليتم نقلهم إلى الوزارات الأخرى أتخذ على هذا الكتاب نناشدكم مخاطبة سيد رئيس مجلس الوزارة بإصدار تعليمات نقل للمنتسبين الذي لديهم معاملة في رأس تركان الجيش وتحويلهم إلى موظفين ليتسنى لنا إكمال النقل والذي لديهم شهادة إعدادية فما فوق مؤشرة في الموارد البشرية يعني نهاية بصراحة يعني اللي عنده شهيدين وأدى أخثال الجريح ونسبة العجز متى 40% يعني الوزارة دي فعلش ما تطن فكاك أو هي مطيطة انفكاك زي وزارة النفط أو عدم ممانعة مو نفكاك عدم ممانعة لكن وزارة النفط لش أنت ما تطن قبول لش ما تطن عدم ممانعة يعني هذه مناشدة لرئيس الوزراء يحتاج إلى التدخل بصراحة بعمل بعض الوزارات اللي ما قاعد تمشي تقرارات رئاسة الوزراء صد تبنيها رئيس الوزراء أتمنى كون كل جان حقيقية تفتر بالوزارات رح شوف بعض الوزارات مدى تطبق أمر مجلس الوزراء وهذا مو جديدة على مدار حقب زمنية كل رئيس الوزراء يجي بصراحة ما احترام لجنابك ما يمشون المعاملة إذا وذا رئيس الوزراء موقع خلي تروح خلي السرق يعني وين تبين هيبة الدولة إذا وزارة ووزارة ثانية ما تبينشي أمر فيها ريت أن تكون وجنة متابعة في كل وزارة شأنها تسيير معاملات الناس وتسيير حسنا مو بس تسيير معاملات الناس حسنا نحن على تسيير توقع رئيس الوزراء أو كتاب رئيس الوزراء على العمل هذه رسالة مكتب رئيس الوزراء أو دولة رئيس الوزراء أستاذ محمد الشاعر السوداني نظن بك خيرا وأنت فعلا رجل لديك طموح كبير في خدمة البلد وعدك مشروع حقيقي نتمنى أن يطبق ويستكمل هذا المشروع ببعض الإجراءات البسيطة التي تلك عملكم في مجلس الوزراء في الخطاب نشكر شكرا جزيلا السيد الحمد أهلا وسهلا علي حمدي معاو مدير البطاقة البطنية شكرا لحضورك شكرا على الأجوبة كل الهي يا محمد في خطام الحلقة مشاهديني كرام تقبلوا تحيات كادر البردمج وأنا مؤدو بقدم البردمج حازم الحرب ألتقيكم بإذنه تعالى يوم السبت القادم في الساعة التاسعة مساء في أمان الله وحفظه شكرا للمشاهدة